السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزاي ما تعودنا بنبدأ نشوف ايه المواقع العربية اللي ممكن نعتمد عليها بدل المواقع الاجنبية بالذات مثلا ان في موقع مثلا زي ويكس ده موجود في الكهيان السهيوني فاحنا عايزين نتحول لمواقع عربي موجود سوفر بتاعته على المواقع العربية فاحنا عندنا المواقع دوت موقع سهل جدنا نتعمل به اي مواقع انت عايزه ونفس المزايا اللي كانت موجودة في ويكس هتلاقيها موجودة طيب بداية لانت عايز اللغة العربية تقدر انت تعمل اللغة عربية وتبدأ تعمل موقع بتاعك في خمس دقيق تقدر ان تعمل الموقع بتاعك ب meno سهولة انت من جرة بس ان انت بتحدد الشكل اللي انت عايزه اززيه اللي انت عايزه وبعدك يبدأ ان انت تعدل الكلماء بتعادل الصور يعني مش محتاج منك اي برمجة بش محتاج ان انت تعلم لغة برمجة وفي زي قطرة تعمل موقع بتاعك بكل سهولة انشاء الله مجرد كليك تقوله ان انا عايز اضيف زرار هنا عايز تضيف صورة هنا وتبدأ تحمل الصورة اللي انت عايزة عايز اي جوة اتعدل فيه سهل ان انت تبدأ فيه ميزة برضو مجددا فوق ان انت تقدر تقوله انا عايز شكل الحاجة دي هتبع على المتصفح ازاي شكلها يبقى عامل ازاي على الموبايل وسهل جدا تقدر لانت تقوله انا عايز اعدل معلومات الموجع تقدر تعدلها طبعا عايز اعدل صورة تقدر ان انت تعدلها فالموقع سهل جدا في الاستخدام واخد التقييم بتاعه فور بوينت ناين من فايف ده طبعا تقييم عالي جدا تقدر ان انت تعمل مخزن او مطجر او ستور تقدر تحط البضاعة بتاعتك وتقدر ان انت تبيع وبداعم اكتر من لغة ففي كل مزايا اللي انت ممكن تحتاجها عشان تبدأ تجارة الالكترونية بتاعتك موضوع سهل جدا جدا وبسيط بكل سهلة تقدر ان تنشي الموقع بتاعك بتقدر تقول له لوج ان وتبدأ تعمل تدخل حساب بتاعك او تقول له تستارت وتبدأ تعمل موقع بتاعك ممكن من هنا تقول له انا عايز اعمل مطجر الالكتروني الاسعار عشان الناس كتيرا بتسأل دي الاسعار بريميام بيزنس انتربرايز ودي اسعار الاسطور تمام في ان انت تعمل ديميل بتاعك اللي انت حيب طبعا صار دي في السنة اللي ممكن تقول له طبعا نشوفها مثلا بالدولار في طلع مية دولار مثلا في السنة كلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة